السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم معي في فيديو جديد من وي. فيديو نهارده ان شاء الله هشرح فيه معكم طريقة عمل واحدة جديدة لعمل مفرش للصفرة. اتمنى تكون سهلة وبسيطة عليكم. كمان تنول اعجبكم. بسم الله الرحمن الرحيم. هنطبق مع بعض النهارده وحدتنا بخيط متوسط الصمكة مع ابرة رقم تلاتة ونص مليميل. في البداية بسم الله بنبتدي نكون دائرة مكونة من ستة سلسلة. بسيب مسافة من الخيط والف الخيط حلقة على الهواء. بدخل داخل الحلقة اسحب الخيط واخرج منها طرف الخيط بشد بقى في العقد البداية. نبتدي نكون السلاسل ازاي بكون سلسلة بيكون عندي على الابرة حلقة بسم الله الرحمن الرحيم بسحب الخيط واخرج منها كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة وستة. ممكن نزودهم لتمانية او عشرة سلسلة. لكن مش ممكن نقللهم عن كده. ليه? لان احنا هنشتغل السطر الاول عبارة عن تلاتين غرزة عمود بلفة واحدة. فبالتالي كمية التلاتين عمود ما ينفعش ان احنا نشتغلها بداخل عدد سلاسل اقل من ده. هنروح بقى نسيب اخر خمسة سلسلة ونروح لأول سلسلة اشتغلناها في الحلقة الامامية الفرانطلوب بدخل. اسحب الخيط واخرج من تحتها ومن تحت الحلقة اللي عندي على الابرة بغرزة منزل. خيط البداية بتجيبه خلف السلاسل وبتدي اشتغل عليه واحنا ايه? شغالين. هنرتفع سلسلتين واحد اتنين. وهعتبارهم بس مجرد سلاسل ارتفاع مش محسوبين معايا من العدد. ونبتدي نشتغل اول عمود بلفة من التلاتين. ازاي بنشتغل العمود بلفة واحدة? جاية من اسمه. ان بيكون معايا على الابرة حلقة وبلف لفة واحدة لانه عمود بلفة واحدة. طب لو عمود بلفتين بلفه مارتين. لو بتلاتة بلفة تلاتة وهكذا. بيكون معايا كده الحلقة الاساسية اللفة اللفناها بقوا اتنين. بدخل فراغي. هسحب الخيط وهخرج معايا واحد اتنين تلاتة حلقات. بسحب الخيط وبخرج من حلقتين. بيتبقوا اتنين بسحب الخيط وبخرج منه. كده عمود. اتنين. تلاتة. وبكمل لغاية ما بيكون معايا في نهاية سطر تلاتين عمود بلفة. رجعت لكم تاني كده بقى معانا تلاتين غرزة عمود بلفة واحدة زي ما احنا شايفين نبتزي بقى في اول عمود اشتغلناه نتجها لسلسلتين اللي ارتفاع ونروح لاول عمود تحت الحلقتين الامامي والخالفي بدخل. اسحب الخيط واخرج من تحتهم وتحت الحلقة الموجودة عندي على الابرة بغرزة منزلج. بارتفع سلسلتين واحد اتنين وهما مجرد سلاسل ارتفاع. الغرزة الاولى بشتغل عليها يعني بشتغل فيها اتنين عمود بلفة في نفس الفراغ. كده اول غرزة اللي قفلت فيها بغرزة منزلجة وارتفعت فقية سلسلتين هي هي الغرزة الاولى بالنسبة لي بشتغل فقية العمودين. واحد. كمان مرة في نفس الفراغ. اتنين. الغرزة رقم اتنين بشتغل فقية عمود بلفة واحد بس. الغرزة رقم تلاتة بشتغل فقية اتنين عمود بلفة في نفس الفراغ. واحد. كمان مرة في نفس الفراغ اتنين. هناخد تلاتة سلسلة مسافة. واحد اتنين تلاتة. هسيب تحت التلاتة سلسلة. اتنين عمود مش هشتغل فيهم واروح لرقم تلاتة وابتدي تاني اقرار. بسيب فراغين تحت التلات سلسل. واروح للفراغ اللي بعده. اشغل عمودين. في نفس الفراغ. كده واحد. اتنين. العمود اللي بعده عمود واحد بس. العمود اللي بعده عمودين في نفس الفراغ. واحد. اتنين. وانكرر تاني. هناخد تلت سلاسل. واحد اتنين تلاتة. هلف الخيط على الابرة بسيب اتنين فراغ من تحت ورقم تلاتة بشغل فيه عمودين. ولا بعده عمود عمودين. عمودين عمود عمودين. تلت سلاسل من فوق نسيب تحتهم فراغين. عمودين عمود عمودين. تلت سلاسل وهكزا حتى نصل الى نهاية السطر. رجعت لكم تاني في نهاية السطر. اصبح معايا كام مجموعة كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ست مجموعة. يعني ست زوايا للوحدة بقيتنا. وكمان هيكون في واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ست فراغات. هنروح لاول عمود اشتغلناه سلسلتين الارتفاع دايما بنتجهلهم. وباروح تحت الضلعين الامامي وخالفي وبقفل بغرزة منزلكة. العمود الاول هتجهله مش هشتغل فيها بنات. همشي بمنزلكة كمان للعمود رقم اتنين. وفوق العمود رقم اتنين هبتدي ارتفع سلسلتين الارتفاع وفي نفس الفراغ بشغل عمود بلفة فوقي. يبقى اشتغلت بدايتي يعني بدايتي او بداية كانت من العمود رقم اتنين. سبت العمود الاول تجهلته تماما واشتغلت من رقم اتنين. وكل عمود من الاربعة الباقيين بشتغل عليه عمود بلفة واحدة. كده اتنين. والعمود اللي بعده تلاتة. والعمود اللي بعده اربعة. طيب. السلاسل اللي موجودة عندي. في بداية السلاسل كده من اول المكان ده هاشتغل تلاتة عمود بلفه في نفس الفراغ هو هو. واحد اتنين تلتة. هياخد اربعة سلسلة مسافة. واحد اتنين تلاتة اربعة وارجع تاني اقرر. هلف الخيط على الابرة. المجموعة اللي جاية فيها خمسة عمود من تحت بسيب اول عمود بروح للاربعة اللي بعديهم واشتغلهم. فوقيهم عمود زيهم. كل عمود فوقي عمود. كده واحد. اتنين تلاتة اربعة. فوق بداية السلاسل التلاتة هبتدي اشتغل تلاتة عمود. واحد. اتنين وتلاتة. وبكرر حتى نهاية السطر بنفس الطريقة. اربعة سلسلة. واحد اتنين تلاتة اربعة. هنسيب اول عمود ونشغل اربعة عمود فوق اربعة عمود. وفي بداية السلاسل ببتدي في الفراغ اشتغل تلاتة عمود في نفس الفراغ وبكرر بنفس الطريقة لغاية ما بوصل الى نهاية السطر. في نهاية السطر بيكون شكل وحدتنا بالشكل دوت. بعد ما اشتغلنا اخر اربعة سلسلة بروح لأول عمود اشتغلته تحت الحلقتين الامامية والخلفية بقفل بغرزة منزلقة. السطر اللي جاي هو تكرار للسطر اللي فات مع تغيير الاعداد. تمام? يعني ايه هعمل ايه? هسيب اول عمود بروح لتاني عمود بغرزة منزلقة. وفوق العمود الاول بالنسبة لي اللي هو رقم اتنين من تحت ببتدي اشتغل سلسلتين وفوق العمود رقم اتنين بشغل اول عمود بالنسبة لي في السطر ده. كده عندنا كم عمود هنشتغلهم بقى كده واحد والعمود اللي بعده واحد يبقى اتنين. واللي بعده تلاتة. واللي بعده اربعة. واللي بعده خمسة. واللي بعده ستة. يبقى اشتغلت ستة عمود على ستة عمود واول عمود من العدد اللي كان عندي في السطر اللي فات. ما اشتغلتش عليها بنتجهلته. فوق السلسلة الاولى او في المكان الفراغ الاول ده هشغل تلاتة عمود بلفه في نفس الفراغ. واحد. اتنين. تلات. كنا بناخد من تحت اربعة سلسلة مسافة هنا هناخد خمسة سلسلة مسافة. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. هلف الخيط على الابرة. واروح بقى للمجموعة لتحت رقم اتنين بسيب اول عمود واشغل ستة عمود على ستة عمود من تحت واحد. اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة وهنروح للسلاسل بداية السلاسل عندي هنا الفراغ ده ببتدى اشتغل فوق تلاتة عمود. واحد اتنين وتلاتة. وبقرر خمسة سلسلة ونروح للاعمدة نسيب اول عمود ونشغل الستة اللي بعدهم فوقهم ستة زيهم وفوق السلسلة الاولى او فوق الفراغ الاول هنا ببتدى اشتغل تلاتة عمود بلفه. ونكرر. هناخد بقى خمسة سلسلة ونشتغل ستة عمود وتلاتة عمود في الفراغ. وبعد كده ستة سلسلة ونكرر حتى نهاية السطر. رجعت لكم تاني والسطر الجديد بيكون تكرار للسطر كمان اللي فات بس مع طبعا عمود واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبع تمانية تسعة السطر الجديد هيكون زيادة طبعا في العدد. بنروح لاول عمود اشتغلناه وبقفل فوقي بغرزة منزلقة. وبامشي بمنزلقة للفراغ رقم اتنين لان اول عمود دايما انا مش باشتغل فوقي. هرتفع سلسلتين وهبتدى اشتغل على الاعمدة اللي جاية كلها اعمدة. كده واحد. عمود فوق كل عمود. اتنين. تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية وفوق الفراغ هنا عند السلاسل في بداية السلاسل باشغل تلاتة عمود يبقى كده تسعة عشرة حداشر عمود. يبقى اصبحت كل مجموعة معايا مكونة من حداشر عمود. بعد كل حداشر عمود باشتغلهم معارفين طبعا ان احنا بنسيب العمود رقم واحد من المجموعة اللي تحت باخد هنا بقى ستة سلسلة. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سلاسل. هسيب اول عمود وهشغل تمانية عمود فوق تمانية عمود وتلاتة عمود فوق الفراغ الاول هنا. يعني بيكون معايا فوق كل مجموعة احداشر غرزة عمود بلفة. بعد كل احداشر عمود بنشتغلوا بناخد ستة سلسلة مسافة. رجعت لكم تاني في بداية السطر جديد. نبتدي نشتغل. هنقفل طبعا بمنزلقة. فوق اول غرزة اشتغلناها. طيب. السطر ده هسيب اول غرزة وهسيب اخر غرزة مش هشتغل فوقها. بمعنى انها مش بمنزلقة على العمود رقم اتنين. وفوق العمود رقم اتنين هبتدي السطر بتاعي. سلسلتين ارتفاع وهروح اشتغل عمود فوق العمود التاني. اللي هو بالنسبة لي دلوقتي اول عمود في السطر الجديد. وبعد منه كده عمود يبقى اتنين. واللي بعده تلاتة. اربعة خمسة ستة سبعة تمانية وتسعة. طيب العمود الاخير رقم حداشر برضك هنتجهل ومش هنشتغل فوقية باشتغل بس تسعة عمود يعني بسيب اول عمود من المجموعة لتحت واخر عمود مش هشغل فوقية بنات. تمام? هناخد تلاتة سلسلة مسافة. واحد اتنين تلاتة. وهبتدي الف الخيط. هنروح فين? هروح من فوق السلاسل كده بالزبط. هبتدي اشتغل عمود. سلسلة تاني مرة عمود. سلسلة تالت مرة عمود. سلسلة رابع مرة عمود. يعني اشتغلت على منتصف السلاسل بالشكل ده من فوق. عمود سلسلة عمود سلسلة عمود سلسلة عمود. يعني اربع عمود ما بينهم تلاتة سلسلة. بعد ما خلصت المجموعة الجديدة باخد تلاتة سلسلة مسافة واحد اتنين تلاتة. وهنروح للمجموعة اللي تحت فيها احد عمود. بتجاهل اول عمود واخر عمود مش هنشغلهم وباشغل بس تسعة عمود فوق تسعة عمود. بعد كده ببتدي اخد تلاتة سلسلة. هروح من منتصف السلاسل هنا اشغل عمود سلسلة عمود سلسلة عمود سلسلة عمود. يعني اربعة عمود ما بينهم تلت سلاسل وبعد كده باخد تلت سلاسل مسافة واروح اقرر حتى نهاية السطر بنفس الطريقة. رجعت لكم تاني في نهاية السطر زي ما احنا شايفين. بنروح بقى الاول غرزة اشتغلناها. ونقفل فوقيها. بغرزة منزل. بنبتدي نقرر في الفراء اللي هي طبعا الاعمدة الموجودة عندي هنا. بقلل منها عمود على يمين وعمود على اليسار يعني بتجاهل اول عمود واخر عمود مش بشتغله. بنمشي بمنزلقة للعمود رقم اتنين. وارتفع سلسلتين. واشغل فوق العمود رقم اتنين اول عمود بالنسبة لي كده واحد. واللي بعده اتنين. واللي بعده تلاتة. واللي بعده اربعة. خمسة. ستة. سبع. تحت كان عندنا تسع عمود. لما نشيل منهم عمود من الاول وعمود من الاخر يتبقى عندي سبعة عمود. هاخد ستة سلسلة مسافة. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. ستة. وهسيب تحتهم التلات سلاسل. وهسيب كمان العمود الاول وفوق السلسلة هبتدي ادخل واشغل غرزة كلاستر غرزة عنقود مكونة من تلاتة عمود بلفة في حلقة واحدة من فوق. بيكون عندي الابرة حلقة. بلف لفة واحدة. فوق السلسلة بدخل. هاسحب الخيط وهخرج. باسحب الخيط وبخرج من حلقتين. وخلي الحلقة الاخيرة من العمود على الابرة. مع الحلقة الاساسية طبعا. هلف الخيط تاني مرة في نفس الفراغ بدخل. اسحب الخيط واخرج. اسحب الخيط واخرج من حلقتين وخلي الاخيرة. تالت عمود بلف الخيط بدخل فراغي هو هو اسحب الخيط واخرج. اسحب الخيط واخرج من حلقتين وخلي الاخيرة. اصبح معي حلقة اساسية وتلات حلقات التلاتة عمود اللي اشتغلناهم لغاية نصهم وخلينا منهم الحلقة الاخيرة على الابرة هبتدي اسحب الخيط واخرج من يعني اربع حلقات على الابرة باسحب من تلاتة تتبقى الحلقة اللي سحبتها من التلاتة والحلقة الاساسية يعني اتنين باسحب الخيط وباخرج منه. كده بنكون خلصنا غرزة الكلاستر. هياخد سلسلتين مسافة. واحد اتنين. هلف الخيط واروح فوق السلسلة طبعا بتجاهل العمود واروح فوق السلسلة واكون غرزة كلاستر من تلاتة عمود. واحد. اتنين. نسحب حلقتين بس من العمود ونخلي الاخيرة كده تلاتة. اربع حلقات على الابرة بسحب من تلاتة وارجع اسحب من اتنين. سلسلتين مسافة واحد اتنين. واروح للسلسلة بسيب العمود طبعا وروح فوق السلسلة كون تاني غرزة جديدة من تلاتة عمود كده واحد. هلف الخيط بدخل فراغي بسحب خيط وبخرج بسحب من حلقتين واخلي الاخيرة. اتنين. تلاتة. حلقة اساسية وتلات حلقات التلاتة عمود اللي اشتغلناهم لغاية نصهم. يعني اربعة بسحب خيط واخرج من تلات حلقات تتبقى الحلقة اللي سحبت بها آآ اللي سحبتها من التلات حلقات والاساسية اتنين بسحب الخيط وبخرج منه. زي ما اخدت قبل التلاتة غرزة دول ستة سلسلة. برضك بعديهم باخد ستة سلسلة مسافة. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. هنبتدي نسيب اول عمود من المجموعة اللي بعدها تحت بقرر حتى نهاية السطر بنفس الطريقة. اسيب اول عمود واخر عمود. واشغل سبع عمود على سبع عمود. بعد كده باخد ستة سلسلة مسافة. سلسلتين. كلاستر سلسلتين كلاستر. ستة سلسلة وروح اقرر في نهاية السطر بنفس الطريقة. حتى نصل الى نهاية السطر. رجعت لكم تاني في نهاية السطر بنروح نقفل بمنزلقة فوق اول عمود وده طبعا شكل الوحدة بتاعتنا. بقفل فوق. اول عمود تحت الحلقتين بغرزة منزلقة. في السطر ده برضك هنسيب اول غرزة من المجموعة واخر غرزة وهنشتغل بس على الخمسة في المنتصف. سلسلتين ارتفاع لكن احنا طبعا السلسلتين عفوا مش من نفس المكان هن. بنروح بمنزلقة لغاية السلسلة رقم اتنين وبارتفع بقى السلسلتين وببتدي اشتغل اول عمود فوق الغرزة من تحت رقم اتنين. كده واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. وخمسة. وزي ما قلنا مع بعض بنسيب اول غرزة ونسيب اخر غرزة وبس في الخمسة في المنتصف باشغل فوق يوم خمسة. واحد اتنين. تلاتة. اربعة. وخمسة سلسلة ومن فوق السلاسل بقى هنعد واحد اتنين رقم تلاتة ادخل فيها او في رقم اربعة اشغل غرزة حشو او من فوق السلاسل مباشرة باشغل غرزة حشو. تمام? هاخد اربعة سلسلة يعني هنا خد خمسة سلسلة وحشو فوق السلاسل الى تحت. بعد كده واحد اتنين تلاتة اربعة. هلف الخيط على الابرة. هسيب غرزة وهنا عندي سلسلتين وسلسلتين. يعني اتنين فراغ. في الاتنين فراغ دول بكون اتنين كلاستر من تلاتة عمود. كده واحد اتنين تلاتة ونخلص غرزة الكلاستر. باخد سلسلتين مسافة واحد اتنين واروح الف الخيط. هاروح للفراغ اللي فيه سلسلتين التاني. ادخل اسحب الخيط واخرج اسحب من حلقتين وخل الاخيرة. كده اول عمود. تاني عمود بلف الخيط بدخل فراغي. هاسحب الخيط واخرج. واسحب من حلقتين وخل الاخيرة. تالت عمود بلف الخيط بدخل فراغي. اسحب الخيط واخرج. اسحب من حلقتين وخل الاخيرة. اربع حلقات على الابرة. باسحب من تلاتة يتبقوا اتنين باسحب الخيط واخرج من. اربعة سلسلة مسافة. واحد اتنين تلاتة اربعة من فوق السلاسل الستة لتحت ببتدي اشغل غرزة حشو. خمسة غرزة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. وارجع اقرر على المجموعة اللي بعدها من تحت. بسيب اول عمود واخر عمود وفي الخمسة عمود بشغل خمسة عمود. واخد خمسة سلسلة حشو فانتصف السلاسل اربعة سلسلة كلاستر. اتنين سلسلة كلاستر. وبعد كده آآ ناخد اربعة سلسلة حشو وهكزا خمسة سلسلة ونروح نكرر بنفس الطريقة على كل المجموعات لغاية ما نوصل لنهاية السطر. رجعت لكم تاني وفي نهاية السطر نقفلوا مع بعض. بغرزة منزلقة فوق اول غرزة اشتغلناها ونبتدي نشتغل السطر الاخير مع بعض. هنسيب اول غرزة من المجموعة واخر غرزة وبامشي بمنزلقة للغرزة رقم اتنين. بارتفع واحد اتنين. تلاتة سلسلة بس المرة دي هعتبر ان دي اول عمود بلفة موجود معي يعني مش مجرد سلاسل ارتفع. وهلف في الخيط وهدخل في الفراغ اللي جاي. رقم تلاتة من تحت. اشغل ادخل اسحب الخيط واخرج. اسحب الخيط واخرج من حلقتين وخلي الحلقة الاخيرة. هلف في الخيط هدخل في الفراغ اللي بعده. اسحب الخيط واخرج. اسحب من حلقتين وخلي الاخيرة. اصبح معي كده تلاتة حلقات الحلقة الاساسية وحلقتين العمودين. اللي هي طبعا الحلقة الاساسية هي هي حلقة العمود الاول. عشان ناخد بالنا برضى. ومعيا حلقتين عمودين يعني تلاتة. لكن في كل المجموعات اللي جاية بيكون معايا اربع حلقات على الابرة. لان بيكون معايا في الاساس حلقة اساسية. وتلات حلقات التلاتة عمود اللي بنشغلهم مع بعض في حلقة واحدة من فوق. فيكون معايا اربعة حلقة على الابرة. هنا هسحب خيط واخرج من التلات حلقات مع بعض. باخد واحد اتنين تلاتة اربعة سلسلة مسافة من فوق السلاسل هبتزي اشغل غرزة حشو. بعد كده باخد ستة سلسلة مسافة. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. من فوق السلاسل بشغل غرزة حشو. بعد كده اربعة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة. وهنروح فين? شايفين سلسلتين اللي ما بين كل آآ غرزتين كلاستر? هشغل فوق غرزة كلاستر واحد. واحد. اتنين. تلاتة. ونقفلها نسحب من تلات حلقات ونرجع نسحب من حلقتين. تاني بارجع اقرر. يعني انا هنا عندي دول تلات فراغات. هاخد اربعة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة. ونروح فوق الفراغ هنا بنشغل غرزة حشو. ستة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. ونروح من فوق السلاسل اللي تحت الاخيرة نشغل حشو. اربعة سلسلة. يعني اربعة ستة اربعة. واحد اتنين تلاتة اربعة. وهنلاقي بقى الاعمدة اللي تحت هلف الخيط على الابرة انا كده معايا حالة اساسية قبل ما لف الخيط تمام هسيب اول عمود وهسيب اخر عمود والتلاتة لف المنتصف دور بشغلهم مع بعض لفيت الخيط دخلت فراغي الاول باسحب الخيط وبخرج باسحب من حلقتين واخلي الاخيرة هلف الخيط لتاني مرة بدخل في الفراغ رقم اتنين بالنسبة لي اللي بشتغله من فوق لكن من تحته هو بيكون رقم كام? تلاتة تمام? بلف الخيط بدخل فراغي اسحب الخيط واخرج وخلي الاخيرة الف الخيط وادخل في الفراغ اللي بعده اسحب الخيط واخرج اسحب من حلقتين وخلي الاخيرة اربع حلقات على الابرة وقلنا ليه اننا هنا معايا اربعة وهنا كان معايا تلاتة لاني انا هنا اشتغلت سلاسل الارتفاع هي هي كانت اول عمود فبالتالي الحلقة الاساسية هي حلقة العمود الاول علشان كده كان معايا بس تلات حلقات لكن هنا انا ابتديت اشتغل ومعايا حلقة اساسية على الابرة. وبعدها تلات حلقات للتلات اعمدة اللي اشتغلنا هم لغاية نصهم. فبالتالي بيكون معنا اربع. بسحب الخيط واخرج من الاربع حلقات. وابتدي تاني اقرر اربعة سلسلة. وحشو فوق السلاسل اللي بتقابلني من تحت. ستة سلسلة. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. حشو على السلاسل من تحت. اربعة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة يعني اربعة ستة اربعة. برجع فوق السلسلتين اللي في منتصف قلة اتنين كلاستر بشغل غرزة كلاستر واحدة. من تلاتة عمود. واحد. اتنين. تلاتة. بنقفلها ونقرر تاني لغاية ما نوصل لنهاية السطر. هيخد هنا اربعة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة. حشو على السلاسل. ستة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. حشو على السلاسل. اربعة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة. وتاني هرجع اقرر زي ما احنا ايه اشتغلنا الجزئتين دول. ان فوق التلاتة عمود بسيب اول عمود واخر عمود وفوق التلاتة في المنتصف بشغلهم مع بعض في حلقة واحدة من فوق زي المكان ده بالزبط. وبعد كده باخد اربعة سلسلة حشو على السلاسل. ستة سلسلة حشو على السلاسل. بعد كده اربعة سلسلة وغرزة كلاستر واحدة. اربعة سلسلة حشو. بعد كده ستة سلسلة حشو واربعة سلسلة وبقرر حتى نهاية السطر بنفس الطريق. راجعت لكم تاني وفي نهاية السطر بروح لاول غرزة جمعت فيها التلاتة عمود مع بعض فوقيها بدخل. وبقفل بغرزة منزل. خلاص كده الوحدة بتاعتي تمام. بعد كده ببتدي اشغل باقي الوحدات وباقي الوحدات ببتدي في نهاية السطر الاخيرة اللي احنا اشتغلناها ده نشبك كل الوحدات في بعضها. لكن بكده بكون وصلت معكم لنهاية فكرة الفيديو بتاعنا النهاردة وطريقة التشبيك هنشرحها في فيديو تاني مستقل. هتمنى الفيديو النهاردة يكون سهل وبسيط عليكم وكمان ينون اعجبكم. ما تنسوش فضلا لايس امرا ازا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب واستنوني في فيديو جديد من ويه. تنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. وكمان ما تنسوش ستابوا صفحتي على الفيسبوك. لو عندكم اي الاستفسارات اكتبوا لي وانا ارد عليكم من عنايه الاتنين وعلى راسي من فوق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.